مشروب اللبن الرايب بالفراولة طيب اللبن الرايب هو العنصر المهم عندي في المشروب ده هنحتاج لبن رايب عسل أبيض من السكر خالص وعندي فراولة بيوري أو ممكن أعمل مشمش أو ممكن أعمل خوخ أو ممكن أعمل أراسيا أو زبيب أو أعمل أي مكون بيحتوي على فيتامينز كتير جدا وبيحتوي على نسبة حديد عالية أعملها عين الجمل يا سلام لو عملته مع اللبن الرايب هيبقى حلو قوي ومفيد لابني لو عرفت أدخل الزبيب الزبيب الأحمر مش الأصفر الزبيب الأحمر مع عين الجمل مع اللوز هيبقى حلو جدا 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 أنا هزين إيه هنا هزين بفراولة وهزين بنعناع التوت والبلوباري لو دخلتهم لاتنين مع اللبن الرايب هيبقوا حاجة ما حصلتش قبل كده حلوة جدا ليه بقى اللبن الرايب اللبن الرايب مشروب غني بالبروتين والكالسيوم غني بالبروتين والكالسيوم ودول حاجتين مهمين جدا لأطفالنا كمان بيحتوي على بكتيريا نافعة بكتيريا نافعة مش بكتيريا ضارة بكتيريا نافعة بتعمل إيه؟ بتحسن صحة الأمعاء بتاعة أطفالنا وبتقوي جهاز المناعة فيه أنواع بكتيريا نافعة جدا لجسم الإنسان أو جسم البني آدم زي اللي في اللبن الرايب زي اللي في الخميرة نفس الموضوع هي مفيدة هي محسنة للصحة تمام؟ مش ضر الأجسامنا خالص بتعمل إيه البكتيريا دي؟ قلنا بتقوي جهاز المناعة وكمان بتحسن صحة الأمعاء يعني بتطهرها وبتنظفها وبتشيل أي بقايا أو أي ضرر في الأمعاء بتاعتنا خلونا دلوقتي هعمل كده هعمل العصير بتاعي طيب أنا عايزة أو هعمل المشروب بتاعي طيب أنا عايزة أعمل إيه هاخد هنا المقدار بتاعي وهاخد الفرولة البيوري قلنا ينفع نعمل مش مش ينفع نعمل خوخ ينفع كمان نعمل موز معاها بس لأقل ولا أكتر يلا بينا بسم الله ونبعد بول على جنب هاخد الفرولة بتاعتي هقطعها حلقات بسيطة كده ونحطها تحت عشان يبقى فيها قطع لطيفة بس كده فأتأكد الأول كمان لما أجي أسكر ما استصعبش موضوع العسل أقول لأ مش هحط له عسل مش هيبقى عايز يكله لأ هيكله هيستفد به أحلى من السكر كل لما لقيته تغيره موضوع السكريات تطيله سكر وتحطه عسل وتقلله كمان العسل يبقى قليل هيبقى معاكم حلو جدا أحلى موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة